ادخل يا حبيب قلبي انا هعمل كل اللي قلتلك عليه ايوا يا سيدي انا خلاص عملت حسابي على كل حاجة يا حبيبي انا بقولك خلاص انا رتبت كل اموري ان ده بس عمل اللي انا قلتلك عليه خلاص مخببانك ايه؟ طب ايه فلان هكلمات بعدين؟ ايه انت؟ ايوا مش نصدق ولا ايه؟ عبدالله عبدالله اخويا وصحبي وحبيبي بالحضن يا اخويا عمد الله على السلامة خرجت امتا؟ خرجت امتا يا اخويا؟ بحشتني وانت كمان بحشتني سنت بحشتني اكتر اخويا انا بسبب كل يوم ضميري كان بيقنبني وهي عزبني ويقولي يا ده يا ده سمير ده ليه ما بتطرحش تزور اخوك عبدالله في السجن يا ده روح زوره يا واد بس الاسف اخويا الظروف كانت صعبة اوي بس اخسن بالله اخسن بالله وحشتني يا اخويا وحشتني اوي يعني المدة دي كلها سمير لما فكرت الشيك التجور بخاطر كده وتزورني في ساعة واحدة في السجن ياه معقول ما شاء الله شركة حلو قوي وكبيرة بدل بدل شيك وغالية طبعا طبعا صاحب شركة زيديت لازم يلبس احلى واغلى حاجة مش كده؟ مصبوط الله هو اكبر اه ولا اه 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 تعالا اخويا تعالا حبيبي تعالا قونا اوه درتاح واق اطليدة عمان ها قولي تكن ايه تشرب ايه اعملك اي اه انا نفسي اعمل عليك اي حاجة يااخويا اهم حاجة ان انا اسعدك لاح Caleb حد الح الله والله انا عارف انك زعلان مني واخد على خاطرك بس اقسم لك بالله الموقف كان قصع مني انا اتحطت في الظروف صعبة قوي وأنا اليوم كن أفكر في أي لحظة أن أنا أضرك بس من صعوبة الموقف يعني كاني أنا يا أنت ويا روح ما بعدك روح تشوفها سامير أنا لا جاي عدبك ولا حسبك لا جاي بس علشان أحسسك الفترة اللي أنا أقعدتها في السجن تعذبت قوي يا سامير المفروض يعني لما أخرج من السجن أدور على أصحاب الأدام عشان يقفوا جنبي كل أصحاب الأتم اللي مات واللي سافر بستي إيدي وشه وظهر أني لقيتك موجود عشان تقف جنبي وتمدي لي إيدك بالخير واللي فات مات أيوة الله عليك اللي فات مات اسمع عبد الله ما تشغلش بلك بأي حاجة وما تشيلش هم أي حاجة في الدنيا ألا تحتقى أنا عارف عارف متأكد وواصق أنك هتقى في جنبي أنا عارف أن أنت استندلت معايا زمان بس معلش الظروف كانت أقوى منك ساعات الظروف بتحكم على الواحد يباندل بس المراتي بسم الله ما شاء الله الظروف اللي أنت فيها دي والسعد والهنى تخليك تقف معايا بجد ومش هتستندل معايا تاني مش كده برضا سامير بصراحة اللي باعتك حد ما قدرش أقول له لا بس الحكاية مش سهلة زي منت متخيل يعني وبعدين مقابلة الكبير تحتاج ترتيب يا كبير احنا من إيدك دي لإيدك دي بس هو يرضى عننا جربنا يا معلم جربنا ومتقلقش مننا بوعون الله هنرفع راسك دا أنا راسي مرفوعة بوعون الله من غير حاجة أنت في الآخر لو نفعت أنت اللي هتكسب شوف متولي دا جاي من طرف عزيز غالي راجل جميله مغرقاني عشان كده أنا هقولك المفيد الباشا بتاعنا في الشغل ما بيعرفش في الوسائل يعني تدفع تاخد تبيع الفرق حلال عليك طبعا يا معلم دا كلام سليم وأنا موافق عليك هم يعني أنت معاك فلوس بقى أعمال أنا جاي أتكلم وخلاص عايز كاد إيه اللي يبتدي يبتدي بمئة وخمسين ألف كويس معاك لغاية مليون يا عام الحج الليون إيه بار يا عام تغلي ما تتكلم مليون إيه الليون إيه انتو مالكمت الله صغف أعجبهم من إيه قولت يا معلم معاك لغاية مليون أنا حقول للباشي وهو اللي هيحدد وإنتو نصيبك بس يكون فعلنا لو قال أمين فلوسك تبقى عندي في معادها تزبط حتتبسط تماما يا معلم وأنا قد القول آه ينفح تديني أسبوع واحد عاشرة أيام يوم زيادة بعديهم ما تجيش وأنا عنده قول يا معلم هو أسبوع واحد بس وأنا عنده قول أنا كمان عاشرة لو جيت بعد أسبوع هعمل لك أوفر أبو مليون هتدولك بتسعمية عشان أنت صدقت بس استبانا يا معلمة بس أنا معلم لما أغزعني كان لها شرط إيه؟ أنا نفسي قبل الكبير أهلا طب نشتغل الأول وبعد كده نبقى نتكلم ونشوف حكاية الكبير بالإذن يا شباب علجوها مع بعدي زي الفل إن شاء الله الفل إيه يا عم أحمد تقليل الفل إن شاء الله تقليل الفل إن شاء الله تقليل تشرب يالله بينا تخربها تعال بس يا أحمد هنا فاقتعام تولي يا عم فاهمة مليون جنيه اللي بتتكلم عليه وإحنا عايين ناكل أزاس أنا ما تقلقش يا أحمد لقش تعرف لو مجبتش المليون جنيه دول في خلال عشرة يام إلا يأصل خاصة من برلع يصرفوك هنا نصف ومين بس يا عم المرطاني يا معصاك أنت كبان هتشوف هتشوف كلامي عدل لو الآن ابعد إنت كل آخر مرة بقول لك استنعى الآن عليك ه قولك إيه راسيني طب أنت عايز تعمليه ولو عرفت أنا معك في أي حاجة هل يجب لك خمس تلاف جنيه هتديهم لأ أي محايا يعمل لأسجل يا تجاري من أي شركة بس بتاريخ قديم بس الشركة دي لازم تكون معروفة ومشهورة تهمت؟ مش فيما يا حاجة معلش مش هم بتفهم بروقتي اعمل لأ أنا بقول لك عليه وبعدين هاي بفهمك يا صحي دو بينا الله بينا ما تولي دو بدينا في ده ده أعمل لك شوية عصير للمونيا لو أقولك دمك أخدي حديش لا أحبتش بس عايزة انت مكلتش أي حاجة ماليش نفسها محدش هيعلكو يا كمالي لو ما دفعناش الفلوس حيموت والله يا بنت ان شاء الله حيبقى كويس هدي نفسك انت بس من جاي السعادة أخو جوزي اتصل بي وقال إنو حي يتكلم معي في موضوع الورث سلام عليكم وعليكم السلام جيت في معاهدك خير يا كماليه مكلمتك أليت؟ أخو جوزي جاي يتكلم معي في موضوع الورث عايزك تبقى واقف دم بي ونشوف حيقول إيه؟ وأنا هتحت أمرك أفضل أفضل ازيك يا مونة؟ ازيك يا مجلات؟ كاميليا ازيك ليه؟ تعيي وما أنت لي ما قلتش لي أحمد؟ عشان لو قلت له ما قلت شخص من سيدة وبعدين ماله عم جمال هو دقيق في حاجة؟ لا خالص انا قلت حاجة فيه ايه يا نجلة؟ صحيحة من امدى يعني حط عم جمال في الدماغ ده انت حتى بتحبيه ولا حطة ولا حاجة بس مش مرتحاله كده وانت مش شايفة شكله لابس ملوجه ومسابق شعره ايه ده؟ مش عارفة صحيح شكله غريب او فيه انا مش عارفة بكرة هالراجل دالي هو انا بصراحة مش فاهمة قوي الحقيقة هو صعب قوي ان هي اكلم اي حد من اللي بيشتغلوا عندي بنفسي طبعا مفروض فيه سيكرتاريا هي اللي بتقوم بالدور ده بس انا الحقيقة حاسي انك رهي يا اولي يعني بشورك دايما قلبها انا متودرة فقلت لازم اكلمك بنفسي عشان اطمنك بصراحة يا استاذ متحة انا ببقى متطمنة وانا معك لا ما تقلقش انا جاية زي ما عدت حضرتك هيجي يعني هيجي اوكي باي باي الراجل ده مش محترم ما انا عارفة ولما اتي عارفة بتكلميه كده ليه عادي افهمك انا اللعبة يا ستي هو عامل فيها الجامد ان فيش حد قده اللي عنده شركة تأذية كبيرة قوي وكل البنات حواليه عامل فيها غلبوس يعني نلوى النبي اوى النبي بس يا ستي بقى انا هفضل قاعدة همدقى فعل كيوت الهادية مغلبانة نمشوها مع اي حاجة في الدنيا لحد ما وصل لانا عايزاني وبعدين ولا قابلين هوصل لانا عايزاني هو ايه اللي انت عايزاني بالزبط حاجة من الاتنين يا هكون رقم واحد في الشركة وده بشغليه يا امر لله هتجوزه وبردو هبقى رقم واحد الشركة ومعقول يتجوزك هياحصل ناحياتك عاندي لا يحصل مام قولتي ايه ارمالتك ويا انت شايف ان ده حق ربنا انا لو جبت أي مشتري من بره هيديني سعر احسن من كده لا خالص على فكرة ده بتيقلك وبعدينده كلام اعلنات اسمحلي يا حزيزة الكب كلام كاميل يا ساحم الحضرتك بس اعمل حسابك ان ده بيت عيلة وأن أنتم معاها في الورث يعني وهي مش هتقدر تبيع غير بالموفدكم صح؟ لما أخذ إحنا عيلة واحدة وأرملت أخوية وكده حضرتك تبقى مين؟ عم جمال في مآم بابا بالظبط هم ها وهو تقدر حضرتك تقول كده أن أنا صديق العيلة لا طالما بابا بقى يبقى هو ده اللي عندنا كمال يا بصراحة ولو عايزة فلوسك أنا أبعتها لك من بكرة اه إحنا ما نكونش حق حق ده أبدا أنا عامي عمك بس ده حرام والله بقى نستنى لحد ما الشقة يجي لها نصيبها وتتباع وبعدين خلي بالي أي حد هيجي يشتري الشقة ويسكم معانا إحنا لازم أن نوافق عليه وبعدين إحنا مش هنبيع نصيبنا عن إذنك أنت كده راضي عن نفسك إلا راضي عن نفسي طبعا وبعدين أقول لك حاجة كمان إحنا مش عايزين نقول لك إنك ملكيش حاجة عندنا بس أنا جيت هنا عشان خايف من ربنا وإنت كده بقى خايف من ربنا قال هو أنا بخاف غير منه أمال إيه وبعدين مش أنت لما أخذك إلا هتقولي لنا خاف من ربنا إزاي السلام عليكم شفت يا حمي جميل؟ شفت الحقيقة أنا طول عمري معجب بسيادتك وكان نفسي نتقابل من زمان بس للأسف ما كانش فرصة خلاص يا سيدي هنبقى شركة واحدة مناسايب كمان والله لو حد إلي اللي بيحصل ده لم كنتش حسد ده الدنيا غريبة بتقرب ببعيد فعلا قل لي أنا سمعت إن إنت عندك مكتب في برلين ده حقيق بقى بيع فيه المنتجات المصرية اللي ليها الطبع بيه بسميك ريئيتف كان ماشي كوي ساب كان كان يعني إيه كان ما هو بيني وبينك بقى أنا تعبت من الغربة وكررت أستقر هنا خلاص عشان كده راسبته لواحد صاحبي يديره وفكرة بعحوله دلوقتي آه تمام هم خير هو اللي تحت ده جاي يخطوبك فعلا هم عندك مانا؟ لا ما عندش مانا بس مش قادرة تأجيل الموضوع ده عشان خطر بابا يا سابتي بابا خلاص الله يرحم أعمل أنا إيه؟ أأجل مسلا؟ بلان هو أنا لو أجلت يعني هيرجع خلاص الحي أبقى من الميت والحي ما بتقفش على حد أنا عارفة إن هي ما بتقفش على حد بس الموضوع إحساس مش أكتر أم إحساس فعلا الإحساس ده أنا سبته لك أنت يا مرهافة الحس فعلا موضوع إحساس موضوع إحساس مون من الميت أموت أكثر ميت أموت ميت 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 ايش وقا في الجنينة مالش يا مرون انا عايزة بقى لوحدي انا مش هسيبك انسي ان انا سيبك وانت في الحالة دي انا عارف اللي انت فيه كويس مش عايزة دايقك يعني بس اللي انت فيه ده انا حسيته كويس قوي لما ام الله يرحمها توفت محدش حاسة قدي انا افتقدتها وصابت فراغ في حياتي عشان كده انا عارف كويس ان ام عبدالعزيزة اللي يرحمه وصاب فراغ كبير او في حياتك مالش انا مش هسيبك وانت في الحالة دي انسي يلا 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 انا ازئلت النهارة على رصيده في البنك يا مامي ده ازايت عمليه كده فراغ عارف مش انت اتطمن عليكي طب تلعكي هاي بين يوبينك لما وفق على عرض بتاعك بسرعة الفر لعب في عبي فقلت اتطمن عليكي يعني تلع دافيان ولا انت جاي بقى تتكلم مع انت السامير بس الحقيقة ان قعد ان اعمت تشبيعش منها انا اتفقت مع مانتو الاتنين هتتفقوا مع بعض على معاد كتب الكتاب كتب الكتاب بسرعة كده لا خلاص اللي تشفوه بقول اخر الشهر كويس لا اخر الشهر ايه مامي احنا كده فضل عشرين يوم مش هنلحق انا مش فهم مش هنلحق ليه يعني جاهز مبروك علي كويس انك لقيتك صح مبقاش يجيني نوم دي هنسيبيني وقف على بك كده مش هتوليه تفضل ده انا حتى بنعمتك تفضل انا انا قلتك اتطمن عليكم انتو انتو عاملين ايه كنت حزعل منك قوي لو ما كنتش جيت زاعدة والله كامل يا غزب علي والله انا مجهول اليوم اندول في شغلانا كده وغدا كل وقت انا لو عنا لاي انا انا اجليك كل يوم والله بس خلي بلك من نفسك انا قد انا عليك ومش حابة تشوفك في اللي كنت فيه قبل كده كان يليا لازم تشيل احمد ده من دماغي خالص مش ممكن لسه بتحبه تحب ده ايه بس بلقرف وانا كنت مستنية رد تاني خالصة وحتى لفظ ارقب كتير منك انت بالذات يا حبيبتي انا واقعية انا بحب الشاعر وبحب الحب بس ده يعني مش ان انا بقى هابلة مهم انتو ممكن بقى ما تجيبش ترت الكلام ده قدام كاميليا عشان ايه مش نقصاك انت وماربو هي كاميليا ليه فاكرة لغير دلوقتي ان احمد بيحبها لان وكان بيحبها عمر وكان حيسيبها لو هي بتتجوز ولا كان همه لان ساعاتها محسيتش خالص انه حتى متضايق تشعرفك يعني انت كنت جواه قلبه لا يا حبيبتي انا بفهم في البني قدمين كويس قوي قوليه بقى الدكتور بتاعك عمل ايه تكلمي كويس لو سمحت الدكتور ابن الناس المحترم بتاعك عمل ايه انت فاهمة غلط خالص اه انا فاهمة غلط يا حبيبتي تب قوليه بقى كويس يعني اتصل بيكي كده تطمن انك تعشيتي ولا لأ احب اقولك ان انت غريبة اه لا يا حبيبتي انا مش غريبة بس كنت عايزة اقولك انهم كلهم في الاول بيعملوا كده انا عايزة انبهك بس ايش ايه رايحة فين اي رايحة انام لا لا استنى لما احمد يمشي لا الله 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 ايه ايه مالك مش على بعضك ليه يا عم جمال احمد تلك عندك امال ايه احمد مين احمد ابن عمد الله وفيها ايه ما انت بتقولها اهو ابن عمد ما انت مش فاة كان عايزة تجوز قبل ما تتجوز جوزها ده وكان حيموت عليها الله 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 انت بتتكلم جد بقى انت عايز تتجوز بجد ولا ايه اهدى شوية على نفسها سدق انت القعدة معك ملاش رازمة خد تعاله بس رايح في ايه هتنزل ده تحت لتعمل ايه بتاع غاز ولا ايه طب هو ابن عمتها الله بيسأل عليها وخصوصا بعد ما بوها توافى انت نازل في النايل ايه لك سدق بقى انت غاوي تدايقلي وترفعلي الضغط اهدى قالتها ضغط وشوية تقول لي سكر وشوية مش قادر تمشي على الركبك وهتبقى كهنة هتمشي على هواكبك بلاخت فاشر انا اسد وبقر اتشوف اسد مين يا عم جمال الحلو اسد مين يابني اللي عاوز يقوم مايروحش عند البراميل احصل هوب يغطس وميبانش اسمع كلامي اه يا حبيبي انا اغطس وغطس جامد كمان وحتشوف انا عم شوف مايوها كل واقع منك مفيش حاجة ممكن اعملها ولا اقدر ارغيمهم على البيع ولا اقدر اقول لهم يدوني حق هاملي مش عارف اكاميلي يقولك ايه والله بس اه انا شايفي عني الحاجات دي وانت يا احمد انا مالي هتفضل لحد امتى من غير شغل لا ما شغل ما انا ما انا لسه كنت بقولك انا داخل في شغل كويس الو من الجايين دولو وان شاء الله هتظبط يعني بس انت تعيلي بسك اه اه والله طب هقولك على حاجة ايه رأيك تجيب لي شغل معاك تجيب لي مين شغل شغليك انت معي انا اه وانت شغل معي ايه اكتناس ان انا شطرة في الترجمة اه ياود ده انا اخرجت ادب انجليزي ايه ايه انا انا هعمل ايه بادب انجليزي دي اه يعني اه اصد اقول ان اتي بقالك بقالك كتير يعني ما ما ذكرتيش ولا قريتي انجليزي ليك انسيتي ولا حاجة ما انسيتش يمكن اكون انكسلة او اه وايه كاميليا اللي بيخليك تكسلي يعني كده اه اه طبعا كاميليا اه اه لو عشت اي حاجة بيكلميني طبعا انت مش اه مش محتاجة ان انا اقولك يعني انا مبسوط انك عديت علينا قبل ما اترابح لا ده انا اذا كهدي حاجات مبسوطك انا عدي عليكو كل يوم وده حاجة بتطمن شوفا كاميليا انت بالذات لازم تكوني بتطمن على طبيع سلام تصبح على خير يا كاميليا انت منعلم يا كاميليا لكن ماينفعش ايه هي عايز اسمها مزيك طبو انتي حاسة بايه اعرف انه مجيش عشان جي عشان احنا بنات خير انا مش حبلة ولا انا صغيرة عشان افعب حاجزاتي بس انا عايزة عايش زمان لما بابا كان عايش كنت لما بخفت بتريمي في حب نهاردة انا خايفة من نفسي حاسة اني محتاجة حادة عشان اقدر اعيش طب عايزة اسمعي مزيكة بابا كان هامل اي حاجة عشان يخليكي مبسوطة انا متأكده اشتشف اشتشف بدأت رحلة الغربة الحقيقية موسيقى الله الله يا عبد المتسلم الحلوة دي هذا عادل لعله السجاد على حيثه مش بسلمة نفسي المكتب ده بتاعي عسل اوي 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 لا 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 دي هتروع والتحلي على الاخر يا عبدولة ايه الكبال ده لا لا مش بسلمة نفسي بقولك ايه اليفضح اليفضح هتتتركب انت انا اتكلمت الراجل وقاللي نص ساعة هتكون اليفضح هنا بإذن الله حلو حلو الكلام ده بعد نص ساعة هتتتركب اليفضح ده كلام عسل بقولك يا عبدولة عايزك تعملي اعلان اعلاننا تجيبلي فيه شوارة شباب على شوارة موزز عشان ليبو سكرتاريا انا عايزة الشركة دي تبقى احلى وقدع شركة في مصر طب و ايه لازمة المصاريفة ابو حميد باس انت ملك انت انت تنفذ وتساكت بقولك ايه 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 الاخبار بقوله تماما اه 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 قلمتلك مدير البنك اللي انت طلبته وهيجينا بكرة بعد الدهر ان شاء الله حلو الكلام ده نمسك بقى ورقة فيه استنى اه بص بقى ميت فوق الورقة دي فيها اتقام تليفوناي عايزك بكرة تهريني منها تليفوناي خلصانة ماشي؟ خلصانة جبتلك كل المركات اللي انت طلبتها وطلبتها عربية جبتها لك بسواق ومش من غير سواق عصب يا حبيب ناصب يا جمان ناصب يا جمان اه المحاسب المحاسب عن دول عملت ايه انت هتقدر سعلان يا حبيب بقى فوق حبيبي يا مكرمة يا أبا حبيب يا حبيب بسم الله اللهم اطبر ايه الحلاوة دي اللهم اصلى عن دبي ايه ايه اقول عارب تعمل ايه؟ عيب انا هارش احبك انت هارش حبيب واحد بص دم انا عايزك تخش بيدك الضهرة دي على الموقع بتاع الشركة اللي اسمها نفس اسم الشركة بتاعتنا اعتبروا حسن صاحب الشركة تصور في الموقع ده يا باش عيب اعتبر انا هتبدن حبيب قلبي والله العصيب انا عارف انت هتجيب من الآخر أبو كارم بسمح بقى بحمد اهم شيء اللجنة لازم تشوف مشاريع اعمال عشان الدنيا تبقى بيس كده يعني و هنجيب منين الحباب دي الموضوع كله عشر بواكة باشا عشر بواكة بس يا أم اعتبروا مفجابك حبيب قلبي أبو كارم انا بقى بالنفس بس انا عنابك كده فيهن في الليلة دي بس انا لبعوزة احب براشد شوف أبو كارم انت هنا الله في القلب انت يا أبو كارم السهم المسمون الذي أطلقه أحمد حبيب أبو أحمد حبيب أبو أحمد حبيب أبو أحمد يا سلام خلاص هتلعب بالجالة هتلعب قوي ها ها أهلاً انتبخرت يا ويت مروحاني مروحاني مروح يا ستي السكرتيرا الجديدة بتاعت مدحة هاي أهلاً من وصح لا سكرتيرا ولا شغل احنا جايين ننبسط شوية ولا إيه خلينا في باريس سيادتك بقى لو جتي معي في باريس هتشوفيها كأنك بتشوفيها الأول مرة إنما لو رحتي مع البيه والله أول ما هتروح هتلاقي البنات بتقوى مستميني كتاعت الطيارة انتي متتصوريش احنا عملنا إيه في باريس أصل ليه تخصصي لو جتي معي بعد كده هتكتشف أنك أول مرة بتزوريها طيب عن إذنك وسامين يا على فين هدخل طولا هدخل طولا هدخل طولا احنا كأنها تخصصوات وما اللي محسني إنهم الموايطين نفسهم عليك بابل ها؟ اوه ها؟ 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 نعم ايتن ايه يا ماما؟ انت بتشتغل ايه حببت ايه؟ انت سكرتيرا عند مدحل يعني زي زي اي موظف بيشتغل عندي في الشركة وانت عارفوا بقى الموظفين عندي في الشركة بيقولوا لي ايه؟ بيقولوا لي ايتن حين انا عارفة ان انت بنائقة مني بس نو 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 خالص وانا بدايق منك انت ليه؟ انت يعيش فيك اي حاجة بدايقني انا بس مستغربة ميرا محسساني انتو مبوتين نفسكو عشان طابل نفسي تيجي نشوفك دلوقتي ويا طرى بقى بقيت اخواتك ولاد سومية عاملين ايه؟ ديش بورتي؟ ايه بالراحة علي شوية ايتن في ايه؟ بالراحة علي؟ ده ايه الكلام البيئة ده؟ بصي وانا مش هاد اعمالك عشان احنا اخواتك ايه؟ انسي الكلمة دي من قاموسك خالص حابتي انا مليش غل اخت واحدة ومش طيقاغة اساسا وانتو بقى كلكو كده انا مش هاد اعرف فيكو حد اصحابي ده كويس او اوكي؟ ويلا حيبتي ماتتأخريش على المدير بتاعي لو اتأخرتي عليه هيرفدك يلا اوه استاني 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 اوه استاني استاني اوه هتجيه يصيره قدامه بان احنا اخواتها مقدش هيصدق ايك اصلي يلا هاد اصلي 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 اخي انت طول عمرك محسوس انت بتجيب الناس دي مني انا مش فاهم نانيل ışة التغلق بجد بطول عمر محسوسم تعخت ميه يا ايدي نفاتك مص OK 癙 استامح ده دم خفيف قبضا بجد والله هي بقت جaime كمل بقى الحكاية لما البنت تلعتلك الوتال وعرفت ان هي م solving عمالت ايه اذا اعتقلت استفادتك الكوان بنا شاك تبا حى انتدي أه، ساريا، ممكن يا مد مازال ماروة تجيبيلي علبة السجاير بتاعتي؟ طبعا يا حبيبتي قوي قوي، أجيبهاي لك بس خد باقي يا قايتر، السجاير دي بتموت نورنا؟ موسيقى فالغنى سر الوجود وقليل الناي يصبع أنا قلتك أصبح صباح الخير تفطري؟ لا أنا فطرتي؟ ولا زي كده؟ بتنزلي من غير فطار؟ أنا فعلا نزلت من غير فطار طب حلوة قوي، يبقى نفطر سوا طبعا، تفطري؟ أه، تفطري؟ أعجبت؟ أه، دا كويس رفضناه؟ ليه؟ دا كويس جدا، دا أنا شايف إنه ممكن ينجح دا الكاتب عنده أسلوب في الكتابة ورائع وإحساسه هيل مش عارف، بس حصل أنا مريش في موضوع الإحساس دا بصراحة يا طب هو الأستاذ علاء قراء؟ دا ما أعتقدش، بس لبابا مش متعود يعني يقرأ الحاجات اللي بننشرها في لجنة هيلة متخصصة دايما طب دا ممكن أتكلمه عشان أقوله على الكتابتك طبعا خلاص، انت على ما تجيب الفطار أنا حروح أتكلمه على الكتابتك عن إذنك ادخل أهلا أهلا يا حبيبتي على فكرة أنا زعلان منك جدا ليه بس؟ هو أنا عملت حاجة؟ المفروض أول ما توصلي تيجي هنا وتصبحي علي طب أنا فلطانة لا يا مادام اعترفت بغلطك تبيب لي أنت كويسة أقولك على سر؟ تقول مفيش سد في الدنيا بتاعترف بغلطة اللي بتعمل كده بتبقى عملة ندرة يعني أنا مفيش زي؟ واضح أنك أنت خلاص آخر السلالة شفتي بقى الدنيا بسيطة وسهلة إزاي؟ والله مش عارفة أقولك إيه؟ بصراحة كده أنا كل ما بخش الدار بحسني بنسى همومي كلها هم إيه بس ابت الكلمة عنه؟ الواحدة فيكم ما تنمتش عشرين سنة وتقولي هم؟ عشرين سنة إيه؟ قرية فصول كده معينة عجبتها هو كان مرفوض ولا إيه؟ آه، ما هي زيك تقرأ آه أوكي، طب إيه اللي عجبك فيه؟ هي حاجة خاصة بالبنات شوية تتكلم عن مشاعر البنات وأحسسها طب كويس ده مهم جده الكاتب عبر كويس جداً على أحسس البنات بطريقة حلوة جداً اللي حتقرأ حتتعلق بيه يعني حتى من الناحية التجارية ده مفيد جداً طيب وأدبياً؟ تمانين في المية يبقى كويس؟ طيب أنا حقرأة وأتصل بيك أقولك رأي ماشي، يلا عن إذن خضرين هي والدته فين؟ كانت بايتها معاته للليل قلت لها تراوح ترتاح شوية، تعمل أكله تزيكي خليل على فكرة بقى أنا عند وعدي مش أنت رأيت في السرير كده ومش قادرت تتحرك وحمل نفسك عياد بس أنا هطلع أجدع منك والشركة اللي قلتلك عليها هدخلك فيها شريك آه هدخلك فيها شريك ترجع لك فعلي بأيسكي بقولك إيه؟ إحنا لازم نتحرك عشان اللوات ده ما يروحش في الرجلين تي عارفة البلد دي اللي ماهوش فلوس ممكن يموت أنا لازم أروح التأمين وأعمل فضايع طب هو عنده تأمين صحي؟ لا طب هتأميني إيه؟ بقولك أعمل فضايع الحكومة ما بتحبش الفضايع واللي الصوت عالي ممكن ياخد لا هو أعوصه مدام ما عندهش تأمين صحي إيه لازمية الفضايع بس؟ هو أي حاجة وخلاص إن شاء الله حتى مبلغ سوايا رئيسي عيدنا أي حاجة ما سبونا إزايك؟ دكتور ماجدي كويس قوي من حضرتك هنا عامل إيه؟ حمول الله تعالى أعني إذنكو بقى أنا حرح تطلن عنه طب تفضلي هو عامل إيه؟ النقاردة أحسن كتير ولو إني يعني مش حبة المستشفى دي عشان بيقولوا لما دفعناش الفلوس ممكن يخرجونه ولو خرج حيموت يردك يموت؟ لا ما يردينيش إنه يموت وعشان ما يموتش أنا دفعت الأسبوع ده كله لحد أنت يعني ما تتصرف في البقية بجد؟ بجد أنا مش وحشين قوي كده أنا مش عارف أشكرك إزاي ودينك ده أنا حرده هيفضل دين فرقبتي والله لا لا ما تشريش بالك بالحاجات الصفيرة دي بعدين يبقى نتكلم فيها هي نجلأ فين ما جاتش يعني لا أبو نجلأ هتيجي ليه هي منهاش أي علاقة بخليل طيب بقى وسلميلي عليها بنعنايل اثنين حديث أيوة قانون إيه اللي يقول ما شوفش ابنة اللي ساعتين كله أسبوع ومه هي اللي تجيبه واشوفه لا لا أنا ماينفعنيش الكلام ده اتصرف لو سمحتي أنجل؟ هو الدكتور ماكتيني كاموس؟ لا عميط الله أيوة نجلأ بقولك إيه البيسي بسرعة وقابليني قدام التأمين الصحي يوم قطعة أمريكا ديكش يجيلها مصيبة تشيلها يجيلها زلزال ولا بركان شركة أوسط جديد ايه ده اللي بتتكلم فيه ده مين اللي جاي السعادي طيب طيب جاي طيب جاي بسم الله الرحمن الرحيم يوم أعيزة ايه في ايه؟ ايه وليه مش هتقوليني تفضلي؟ والنبي بمسح المهاردة يوم المسق الشقة تبقى غرقانة مية ياختي وعي كده وخلينا دخل بسم الله الرحمن الرحيم مشقة زي الفلة ايه مش هايزة انا دخل شفتي ياختي عشان انتي مبروكة الأرض نشفت تفضلي يا زيت فضلي يا زيت فضلي انا مش عايزة ابني يعرف ان انا عايزة احمد في حاجة ليه؟ ليه ياختي سر لا لو سادة تقوليلي عليه عليه على طول ما قدرش تقعد كده ده ده انا الفار يلعب في عبة ويتانه يلعب كده ما يسكتش لحد ما اعرف ايه السر انطقي ياختي رفار ولا قط تهدي على نفسك شوية انا عايزة اسأل احمد على حاجات كده بخصوص متولي ومش عايزة ابني يعرف ان انا بطقص من وراه طيب ياختي الاخبار بقت تجيبلي الضغط انت عارفة ان البورسة خسرت واحد فاصل مية؟ الواحد بقى يشيل فلوسف جابه بدل ما تضيع ولا التانيين اللي إلهي ما يوعوا ولا يقوموا دول هيفانجارو سينا قال ايه؟ هنفجر البلد عشان خطر البلد ليه؟ تكرنا دقينا عصافير؟ ولا ايه؟ فتك بعافية اعادي اعملك اهل من شوية كتل انبوبة فاضية من شوق هتكون عايزة من ابني ايه الولية دي؟ لا تكون حط عينها عليه حسب النشوان لما بتكبر بتتخابل ومايل؟ ايه يعني؟ ونعمل حاجة غلط ولا اعمل حاجة غلط؟ بعدين بصراحة بقى انا لازم اخد خطر اه اهلا اهلا ازايك يا عم جنات؟ تفضل عمي وزفتي ايه بس؟ انت بتقول حاجة؟ لا خد تفضل والله انت نورتني اني عرب ربنا خليكي تفضل متشكر خير ان شاء الله كاميليا انا كنت عاوش اكلمك بحاجة يعني ايه؟ تفضل يا عم جمالي تفضل طب وما في حد هنا الاول لا ليه؟ كاميليا نعم انا انا معاجب بيكي و وكنت عايزة يعني كده يعني ايه؟ مش فاهم ربوكي ما تصعبش على الحكاية انا 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 هايزة اتجاوزك اه طيب تمام انا مسنينك في المكتب متبقى خارش باي باي حكمت المحكمة على المتهم عبدالله خالد ميتولي بالسجن عشرين سنة مع الشوفل والنفاذ انا عايزة قابل مادام زينب من فضلك على فكرة استاذ سمير كان لسه هنا من شوية انا قلت اكيد ان انت جاي تشوفك لا المرة دي جاي قابل زينب هاني طب تمام حاضر اتفضل وان هبلغها دلوقتي بشكل اوكي على كل حنالة في المكتب خلاصي اللي في ايدك وتعليلي على طول عايزة اتكلم معاكي في كذا موضوع جرائية ايتي ما تسيبي ميلا وطلعيها من دماغ الشوية اه عجبني اللي بيحصل عايزة حاجة؟ سلام شكرا شكرا صباح الخير؟ صباح الخير عبدالله معقول مش مسدقة ولا ايه؟ وحشاني جدا انا زينب اهلا اهلا دي مقابلة تقابليني بيها بعد السنين دي كلها ولا ايه؟ لا طبعا ازايك انت عامل ايه؟ اه اخبورك تشرب ايه؟ طب تفضل تفضل استريح تفضل تقلق انا مني ولا يا زينب؟ هابدا انا بنحق القامل ايه؟ بالعكس يا عبدالله ده انا وبسوط قوي نشوفتك النهاردة بسوطة بسوطة حلوة الشركة حلوة اوي رسمها الهات دي ايه؟ مليون ولا اتنين ولا تلاتة واه دي الفلوس اللي بلاش بلاش نفحر في الماضي يا زينب هو انت خرجت امتى؟ يهمك؟ قصي انت مش فاهم اللي حصل انا هحكيه لك لا تحكي ولا تعيدي ولا تزيدي ولا تشهدي شهادة الظهور زي ما انت متعودة يا زينب شهادة الظهور ايه بس يا عبدالله انت مش فاهم حاجة اصلي سمير انا صدقته هو ضحك علي واقبرني وبقى يهددني علشان خلاص ولا عشان ولا الكلام الفارغة اللي انت بتقولي ده زينب انا تعبت تعذبت اتهنت في السجن راح امر عبر عشرين سنة عشرين سنة انا خارج من السجن ما افكرش ابدا ان انا هوب تاني لاحت السجن اي حد يا زينب يتسجن ويتان ويتعذب وعمره روح ما بيفكرش في لحظة انه يرجع تاني انا يا بنت الناس راجعوا عشان تاخد حقي او تعوضيني تعوضيني انت والبيب تاعي ابن حلال مصافي صدق كنت لسا هكلمك في التليفون دلوقتي اقولك عندنا مفاجأة تجنن ايه ده زكي عبدالله انا كنت لسا هقولك ان انا قابلت عبدالله والله 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 اما ليك علي يا حلفان انا كنت عامللك مفاجأة واتصل بيك عشان اعرفك ان انا مش سايبك وباسعل عليك بس اعمل ايه بقى حرارة اللقاء بيني وبينك نسيتني اخد عنوانك عشان ات طمني عليك طول عمرا يا صاحب واجب واجب ايه على فكرة اااااااااااااااااااااااااا بفكر كمان ان عبدالله اخويا وحبيبي اشتغل معنا ما اكو اللي عندك ايه ده ايه تفرق يا راجل ما تفرقش ولا حاجة بس اهم حاجة عندي ان انا امسخ شغل انا في دي ايه بي عبدالله ايه ما تقولت الكلام الفارغ ده ده انت يا راجل على دماغنا من فوق اه اطلق عمرك حبيبي اقول لك ايه ايه ما تيجي النهاردة لغب ان عزيموها الغدا عن طينا على قل هي عرف البيت ويجي يزورنا اه طبعا امال ايه لا مش طبعا مش هو ده اللي انا جاي علشانه امال 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 هنا انا مع بعض احنا التلتة كل واحد ياخد حق قوتالت ومتلت لو كان بابا عايش ماكن شقدر يطلب طلب زي ده او يمكن لو ماكنش ارمانة ماكنش اقدر يطلب طلب زي ده طبعا اكيد فكر انك خلاص معدش هيفكر فيك أرملة يعني تلبس القسود وطاعة طول العمر حزينة عن رفت وملهاش الحق إنها تفكر تعيش مرة تاني جمال اللي قد أبويا بيطلب يتجوزني أنت عارفة هو فكر في ده ليه؟ لأنه بكده بيقدم لك خدمة وأنك مش هتقدر يتقولي لأ عارفة ليه؟ عشان خلاص بحدش حيبوصلك تاني ولاحد حيفكر يقرب منك وهو متأكد أنه فرصة مش لازم أرفضها مهما كان بحدش حيبوصلك تاني ولاحد حيفكر يقرب منك وهو متأكد إنه فرصة ومش لازم أرفضها مهما كان أي رأيك؟ تيجي نباح الشركة؟ هنعملي في الشركة؟ نعمل ايه؟ تعرفيها؟ تشوفي نظام الشغل هناك ايه؟ على فكرة بقى انت ممكن تشتغلي معالك كويس جداً والشغل ده ينسكي حاجات كتير ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ معقول؟ انت بقيت بتعين ناس بالسهولة دي؟ انا اصلا مش هروح يا عيد وما تروحيش ليه يا حبيبتي؟ بالعكس بقى، الشغل ده ممتع جداً وانت لازم تجرب به فعلاً اه سهيني سيدي اقول لك حاجة مهمة قوي انا قابلت البنت اللي هي بنت سمية اللي بابا كان متجوزها دي بنت مين؟ واحدة فيهم اسمها اسمها ايه؟ اه مروة قولي لها عيب عيب قوي اللي هي بتعمله ده على فكرة وانما كانش عشان سمعتها يعني يبقى عشان سمعت بابا اللي يرحمه يعني تستنى شوية تستنى على الاقل دمه يبرد يعني مش كده انتي حتى مفاهمانة ان هما مموتين نفسهم مزعل عشان بس مش باين خالص على فكرة نبهيها بقى انها مش قد اللي كانت قاعدة معايدة خالص بيهرسها في لحظة بيسفلتها كده على فكرة دي نصيحة مني مش اكتر يعني انا شايفة ان احنا اخوات صحيح احنا يعني مش شؤقة بس اخوات في الاخر انا مقدرش عايزة عن اختي نصيحة زي دي عايزك تقول لها استرمحة اخرتها وحشة قولها بس ايتن بتقولك كده اوكي يلا باي هي بتقولي بالزبط ايه ولا حاجة العمر انتهى واللي جاي مش اكتر من اللي راح والصحاب ما عندهمش استعداد يتعرفوا على اي حد ليه ثوابك او مجرم او خريك سجون يعني فيش حد قدامي غيركم دلوقتي طلبتك ايه عبدالله شغلة سمير اشتغل اي شغلة انا بالمناسبة انا ما قلتش لاي حد تحت ان انا اعرفكم او في علاقة قديمة ما بيني وما بينكم طب ما كتلناش بس من الاول ليه خوفت لا تطردون يا زينب ليه يا عبدالله ايه يا اخي حرم عليك يا اخي ما تضغطش علينا اكتر من كده طب ما تتصورش نفسيتي تعبت قدهي انا وزينب بعد ما دخلت السجن لحنا حتى دخلنا مستشفى امراض نفسية عشان نتعالج يا اخي انت متتخلش احساسنا بالزنب كان شكله ايه بس الحمدالله ربنا بعتك هنا عشان نقدر نكفر عن اللي حاصل لا تكفروا ولا تلطموا ولا تعيقاتوا عنا كل اللي محتاجه شغلة ازيمة شوفي يا عبدالله هو هنا جاريت هنا سمير علشة عبدالله هنا صعب بس في فكرة تانية بايتن هتتجاوز واحد غنيه وعنده شركة بتمارس نفس النشاط ايه رأيك تشتغل عنده؟ طب وايتن جوزها هيوافق انه شغلني؟ ايتن بنتنا وتسمع كلامنا تعمل اللي احنا عايزينه بس بقولك ايه عبدالله انا عايزك تقوم تروح دلوقت شان الجوزها لو جاو شافت بالمنظر ده يعني هيقول ايه يعني؟ يلا يلا بقى طب انا هقوم دلوقتي ويريد تفكروا في اللي احنا تكلمنا فيه ده كويس قوي مع السلامة عبدالله مع السلامة مع السلامة مع السلامة ما قلتنيش يعني انه جايلك ما خطرش في بالي يعني ايه ما خطرش في بالك؟ هو ده موضوع يتنسي؟ معلش اتشغلت اتشغلت؟ في حاجة كده انا مش متطمنة مش مرتاحة انا كمان انا فعلا اتشغلت بس مجرد انه يجي هنا تاني حاجة تقلق انا كمان مش متطمنة طب احنا دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ لازم نخلص منه هقتله؟ تاني يا سمير عايز تقتل تاني يا سمير حبيبي انا ما قصدتش انا ما قدوش هستغنى عنك طب اقولك ايه؟ انت ما تيجي نسمع اللي بيقوله وانشغاله هنا ايه بكن يكون عايز ياكل لقمة عيش ويعيش في هدوء وبين يجب هناك كده؟ هو ما عندوش وقت يضيعه في السجن تاني بكر فيها انا ماشي على فين؟ مخنوق واعاوز اعادله واحد شوية عن اذنك قد مليون من ايه يا باشي؟ مليون من ايه يا باشي؟ القرد المسكوط من اللي يخلي البالجي يتأكد انت كيان اقتصادي غير عادي مش اقل من عشرين مليون وبعدين انا عايز اقولك على حاجة حاجب الاستثمارات كبيرة ويغطي انا هفهمكم اللعبة شوفوا جماعة الموظف في مصر شخصي احساسه دايما انه هو مقهور ومظلوم والاحساس له هايل احنا ممكن نلعب عليه كويس جدا واحدة واحدة علي يا ابو كرم عشان افهم اوكي المنظومة عندنا بتقول ان الموظف دايما عينه مش مش شبعانة غالبان وبيحارب على كل حاجة حتى المواصلات اللي بيروح بيها شغله تاني يوم بيبقى نايم يا عين يفكر فيها للأسف الكلام اللي بيقولوا ده حقيقة الزبط يا باشا وبعدين لما بيشوف اي حد صاحب سلطة او راس مال او كيان اقتصادي بيبقى حاسس ان الدنيا حتتحك له وانه حينوبه من الحب جانب واحنا بقى مهمتنا ان احنا نحاسس الموظف ده ان الدنيا هتاخده بالأفضان مش كده رابا هو ده باشا تمام اه نا بس انا عاز اقول حاجة مهمة يا جماعة موظفين البنوك بيباضة 24 شهر في السنة باضوا كتير قوي يعني مش موظف عادي ما انتباكش على الكرام اللي بيقول لأبو كرما ماان انت اي رايب جلطان يا باشا الموظفين في كل مكان نفسية واحدة كوبي بيست صدقني هاتم الاخرى مقارمة عشان زمان متولي جاب مندوب البنك ودخل علينا ازبلو باشا ازبلو 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 ازاي واحنا محتاجينو بقولك ازبلو احنا مش محتاجين قرد البنك بالعكس البنك هو اللي محتاج انو يتعامل معانا ام و بعدين احنا هناخد القرد بالدولار وبعدين نحوله لحسابك احنا انا مش فهم اي حاجة الدولار في الطالع يا باشا طب ما احنا اللي هناخده بالدولار هنفعه برضو بالدولار يا بو كرما مش شرط يا عم اقل لي مش شرط بقى انت مريب اه بو كرما احنا مش فهمين منك اي حاجة على فكه انا مريب باشا طب سيبوا الموضوع ده علي انا بس على شرط تعمل كل اللي انا اقولك عليه مش اوكي اهلا اهلا مناور الدنيا كلها اتفضل 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 ماندوب البنكة فان افضل احمد بيه النهاردة معاد حضرتك في سفارة كندا سفارة كندا النهاردة المعادة اه 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 طب ايه تحب حركة اجلهوه لك واذا وقفك بيسمحش يا عم مش هينفع عادل تأجله تحب يا فاندي معاجل حضرتك وقت تاني لا لا خالص 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 بالعكس ده احنا عمدنا وقت كافي قوي نوعب مع بعض افضل افضل احمد بيه انا عملت ملف كامل بكل تعملات الشركة المالية كل مشروعات المستقبلية كويس افضل افضل كويس اوى التنوى لا لا يا فريال ده اريان اوى اريان؟ نص كمي يا خالت تقولي عليه اريان؟ وبعدين انت هتعاودي بيه في البيت يعني هتخرجي بيه بره لا برضو انا كبيرت وبعدين هلبسوا المين؟ والله انت لو اللي بستيها هتبقي زي الامر انت عارفة؟ اللي يشوفك يقول عليك بنت مبارح يا بنت ببطلي باكش انا؟ لا والله العظيم ابدا انت عارفة؟ انا قبل ما سيب التعليم اما كنت بروح اعدادي كانوا يقولوا مين العسل الامورة الصغننة دي فكريني في ابتدائي طول عمري قبان اصغر من سني شفتي؟ قديني ما قلتش حاجة من عندي يا ما يا ما جالي خطاب اشكال والواء جرش حظي الزفت توقعني فابا احمد ما كنتش عارفة طب وفيها ايه؟ ممكن ترجعلي لازم اضع اتجوز؟ وميله لا 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 ازاي صحيح اه انا حلوة واي حد يتمناني وزي الامر بس اقولي الابني تقولي له ان من حقك تتجوزي بيت انت حد تكلمك علي اه كتير والله بس انت بقى تقولي اه مين يا بيت؟ لا 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 يا خالت ما تضغطش علي احسن دايلي ده سر بيني وبينو اه عرفته مين؟ اللي ساكن على السطح جديد اسمه عبدالله اه هو ده بس ما تقوليش بقى ان انا اللي قلتلك يا اختي نواخ ده بالي طالع نازل يبصلي بصات كده زي اللي كان بيبص هالي المرحوم انا عارفة كل حاجة شوف الراجل قالوا يقولي بكسف وابص في عناكي اه ده نواخ ده بالي قاوي بس عاملة نفسي من بانها حلو والله كويس وده بيشتغل ايه يا بيت؟ مش عارفة بس عادي اجيبلك قراره ناشي ده امر وشكله من النسء طيبين وشكله ما يعديش الاربعين امممممممممممممم انتي عارفة انا اول ما قلت له اني انتي واما أحمد والله ما صدق اه ما انا مخليف احمد ده انا عندي اتنشر سنة لا والله اه أخوانت اللي أخداني على فين؟ عايز أعرف أطلع له إزاي علاج على نفقة الدولة طب ما كنا نسأل الدكتور ماجدي لا يا ستي أنا ما بسألش حاجة أنا بسأل نفسي وخلاص ليه يا بنتي ما ممكن يفيدنا يعني إحنا نخسر إيه؟ يا ستي الراجل ده كان متجوز وانطلق وعنده عايي كمان وأنا مالي يعني وأنا بقول لتعين نتكلم معاه ولا نقعد معاه أنا بقول لتعين نسأله تحرة ما تزعلش مني يا مجلال وانتي عارفاني إن أنا مدب وصريحة كده بس اللي عايز ينجح بيعمل كده ببيتحكش على نفسه والصراحة بقى أنا حاسة إن هو بيقرب منك وانتي مبسوطة بكده وانتي عبيطة؟ لا مش عبيطة واللي عرفته كان لازم تعرفين وانتي حرة بقى يلا بينا بعد إذنك لو سمحتكن عايزين نستفسر عن حاجة إيا مش بتسألك المفروض تقوم تقف وترد عليها انت مش موظف هنا ولا إيه؟ انت تتجننت ولا إيه؟ أنا مجنونة بقى إيه رأيك؟ طب تعلي بس نسأل حد تاني لا هو اللي حيجاوب وحيوديني كمان مطرح ما أنا عايزة إيه البلاوي دي على الصبح؟ طب إيه رأي يا جبان أنا حوديك في السسين ده يا؟ في إيه بس يا مونة؟ في إيه؟ في إني عايشة في البلد دي والوزارة دي معمولة عشان تخدمنا والموظف اللي مش محترم ده لما حد يسأله يجاوب على طول دي لازم تعيشي أوعي تستنى لغاية ما العمر يعد مني بتخسارك دي بنا مرة بتعترفش غير بالقوي والقوي هو اللي معاهل في الوز وديكي شوف تختك عملت فيك إيه؟ أنا مش قادر أصدق إنت إزاي قدرت تمسك الروحي بس أنا ممكن أخليك أحسن منها مليون مرة عارفة لو سمعت كلامي أنا أعمل منك نجمة خلاص وأنا من إيدك دي لإيدك دي أحبك أنا نفسي أفهم أعمل فيك إيه؟ إنت كان نفسك تطلع جاسوس وإنت صغير ومعرفتش أقول لك يا الوليد إيه ما قالك؟ بس عايزك تفاهم وإن أولا طوحنا لي ما نعملش زي ميت حد باشا؟ إيه مش فاهم يعمل إيه؟ يعني يبقى لنا شركتنا بخصة بقى ونكبر بقى وكتا إنت كانت لا يمكن إنت عايزنا نخون؟ إيه فيه إيه بالراحة يا عم إنت بس إنت عايزنا نخون صاحب المكان اللي بناكن من وراعيش؟ يا السلام وهو الخنسرة اللي احنا بنخسرها من كل عملية والتانية دي مش خيانة ولا إيه؟ لا دي عمولة عمولة تحتاني بند بقى إن شاء الله تحت بند البازل الجود والاجتهاد وبقول لك إيه؟ هو إحنا قد السوق والنبي طلع السرسيل اللي في دماغك دي مش نقصك أستاذ لؤي أستاذ لؤي أستاذ لؤي وأنا تحت أمرك يا فندم طالما الموضوع يخص الشغل إيه هو الاجتماع اللي الجودة هيطول يا طويل يا فارع إنت والله يا من النهاردة مروه هتبقى مسؤولة عننا شخصية هيش كرتارت الخاصة كمان هتبقى موديل مهم جداً لو لو تحت أمرك يا فندم اعمل اللازم معيني تفضلي معي عنيسة مروه طب ما نستنر حد ما إيه؟ ما يفوق ليكون في علمك أهم كرارات بإن أخدها في الشركة دي ومخلي أنا نمرة واحد ما بتتخدش غير وهو في الحلقة دي ما تشغليش بالك إنتي تعالي بس أوكي ما كفية عياد بقى الأمور ما تتتخدش بالشكل ده استكرت بابا هنا جلال استكرته بابا كان تعبان قوي وبيجي على نفسه ما حدش فينا كان عارف حاجة عاش أكتر من خمسة وعشرين سنة بيشتغل موصف عشان في الآخر يطلع ملوش معايش لما تاعب ملقاش حتى يعالكو أقول لكو حاجة دحكة إيه؟ عم جمال جلنا عارضة يخطو ما كفية عياد بقى؟ في الأمور ما تتتخدش بالشكل ده؟ استكرت بابا هنا جلال استكرته بابا كان تعبان قوي وبيجي على نفسه ما حدش فينا كان عارف حاجة عاش أكتر من خمسة وعشرين سنة بيشتغل موصف عشان في الآخر يطلع ملوش معايش لما تاعب ملقاش حتى يعالكو أقول لكو حاجة دحكة إيه؟ عم جمال جلنا عارضة يخطو لمين؟ إيه للمين؟ لنفسه جيه هنا وكان لابس الحتة اللي على الحب ومصرح شعره ويعني بتبص لي كده نظرات غريبة عامل فيها بقواد ابن الثلاثين قال لي إنه بيحبني وعايز يتجوز جلت الجره إنه هو يقولها؟ لا يا كاميليا إيه وعا تقولي للرجل إنك موافقة؟ ده ممكن يروح فيها أنا قلت يتجوزه يوم ويموت بعد كده يعني يبقى أنا ابني سواب إنه دخل الدنيا قبل ما يودع إنتي وهو؟ وده عيت عمله إيه؟ فرح وزفة وكوشة وكده؟ يلبس بادلة كده ويقعد جنبك في الكوشة فعلاً بعد العمر ده كله وأنا أقعد جنبه في الكوشة وألبس فستان أبيض منفوش أخذ كرعات خالصة يا رب إن حد فيك ويحس بله أنا حسابي كاميليا أنا حموت من الجمعة عملاء الكرز أبيض بالزيت بيلمع مفلفل أرداحي حاجة آخر روقاني إنها نفيش لحمة؟ لا يا حبيبتي الفترة الجاية دي أنا مش عايز أحد يفكر في موضوع اللحمة ده خالص عيب عليكي عيب عليكي أنت فاكر أنا فقرة ولا إيه؟ طب أنا بقى وغلوتك عندي لأعزمك على شوية كبابه وكفته إنما إيه؟ أنت يا بيت أنت غنية وإحنا من العرش؟ يا شغل أنت الشحاتين بتاع تجديشك لأ بتجيب فلوس إيه؟ امشي شحاتين في عينك أنا بلف على قعوب رجليه عشان أعمل قرش طب يا أختي ميلوبك سواب فختك وتاخديني معاك الشارع ده يا ريت يا كاميليا بس ماينفعش ليه يا أم؟ يا حبيبتي أنت حلوة زيادة على اللزوم أداري إيه ولا إيه أنا؟ أنت فيكي أونوسة متفجرة يا أختي متفجرت مين؟ خديني معاك يا نزل للشارع أشوف الناس يمكن أشوف واحد بيبصلي كده ولا كده نظرة زي تماغزة بدل ما تفجر هنا في البيت لو واحدي من غير ما حد يحس بي مبروك علينا القرد يا رجالة الله ربك فيه تولي 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 تكلمي المعلم قلونا إحنا دعزينة هزيني كده بقى إحنا ممكن نقفل الشركة وروقف نشاطها ليه؟ ليه يا أبو كرم؟ نقفل الشركة ليه؟ إيه يا عم أنت بتقوله ده إحنا نحقنا نقفل إيه يا عم؟ أنا عندي حاجة إيه هو؟ إيه رأيكو أنا غير نشاط الشركة بس قصو دي يعني؟ هقول لك قصو دي بس هزعلوش مهلنا جامحنا يا أخواتي يعني اتغدى بس أنا وإنت وبعدك مش عامل حسابك والله ما علشي اتغدى أنا وإنت بس وأحكي لك على فيلمينة والله يا على فيلمينة اللي هنشعش عاود جيبك كبيرة يا عدولة أقول لك حتة أكلة بقى أبو جمال أحضر الله زعيد أخبارك إيه؟ تمام زي الفل عين عليك باردة إيه الجمال ده؟ شكلك مبسوط أوي أوي إيه إيه؟ إيه؟ بس كنت إن شاء أنا طلبت إيد كاميليا الله 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 والله عظيم إيه عملت إيه وقت؟ ده ساعة قلت لها كسبت محدد وشاها بالأرض وشاجب كل الألوان بس أنا متأكد متأكد إنها عدوى إن شاء الله إن شاء الله ربنا فرع قلبك حبنا يكرمك حبنا يفرع قلبك شاء الله وحاج جمال إيه يا حاج جمال دي وأنا عدي 100 سنة حاج جمال نعم يا خلف حاج جمال والنبي عايزك شوي حاضر سي عبدال وأنت طيبة مالك محستسحيني إنك أول مرة تيه لا يا لامار مكانش ينفي عاجل لما خلط شغلي الأول وأنا صاحب الشغل وبقولك نورتي وأنا هطلع غير يدومي لحد الغدا مالك تعرف إن كان عندك حق؟ في إيه؟ الكتاب أنا وفقتها عن نشره الفان دا تزوق واضح إن كل اللي عندي يعتبروا نفسهم موظفين يا نار ربيض بس أنا والله يأسوا بشعل مالك انا لا أبداً بس بس أنا لما بسمع المزيكة بحس إن أنا مش موجودة بحس كأن في حاجة جواها وبتتلاشها وبتخرج من جسمي تعرفني؟ أنا كمان بحس بكده الله 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 حتى الزماله كان لا أطفك يعيني عدي يا عمي 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 بسم الله الرحمن الرحيم سيت جميلات يا أخوي فيه إيه؟ إيه المؤمنة للبحشة دي؟ لما أغزها بس فصنا يعني يعني مش متعود إن حد يجي زورني هنا غير الحج جمال بصنا بصراحة كده قعدت مع نفسي ولقيتني قابلتك وحش قوي فقلت أجي أعتذرلك ده فضلت خيرك حيك هي ترم بي عدمك أصلا الناس بيت وحش قوي يا أخوي كل واحد يجي يأجر الأودة يمشي بمصيبة يجي بمصيبة لكن أنت أنت حاجة تانية خالص طب الحمد لله الحمد لله يا رب أن تكون عند حصن ظنك وتكون راضية عننا طبعا يا أخوي لازم أبقى راضية عنك بس أنا سمعت أن أنت لقيت شغلانة كده بالحقيقة الحمد لله الحمد لله طب أقول لك إيه؟ لو الشغلانة مش عقبك؟ لا أنا شغلاتي زي الفل زي الفل الحمد لله تعال بس اشتغل عندي لا ربنا يخليك مكتر خيرك زي الفل بس أنت يا أخوي مش عارف الوحدة وحش قوي اسألني أنا عليها إيه هتعمل زيه وتبقى وحيد استنى بس استنى بس وأنا كل ما أقرب منك تمشي وتسيبني فس عليك ربنا يكرمك يا رب ما تقوليش الكلام ده سني إيه وكلام إيه؟ أنت لس صغيرة ما أنا أقول كده برضو بسني بقى سنت جمالات أصلوب لا 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 أهدا إلا ما شايفها ده آه فيه إيه فيها لا سطوح بيتي لازم يبقى زي الجانة اللي جايب البت دي عندك ما تعرفش إن الشطان شاطر شاطر إيه؟ ده لو شاف هي تشالز سيبك منها سيبك منها هي تشوفني كده تموت تولى عشان أحلى منها والله اسم الله ياللي بتتنعب اليومين في الجزع عشان تجدي القاشر أهري يا مهري كمان والنبي يا وليا عيب عليك ده أنت من أيام الملك والجنيج جبس سيبها سيبك منها ياللي تعالى كل ويا ترى الشيء اللي انت جايبا ده مسكرا؟ أه ولا جايبا يغسلهو لك أجبك كده يا سي عبد الله اه إنت تكنو على الأسجل يا عام راح فيني يا عام راح فيني يا عام يا عزم لا يمكنك نترام المرة كاته اه ما هل عزمها انسابه أجمع هاي شوفوا من يل يل يميته يأحلى يميته في الدني صاحبك تبايع آه! يلا يا عم! يلا يا عم! بنا رزقنا! انت رايح فين؟ انت رايح تخطب؟ أخطب يا بنتي، الموضوع أكبر من كده بكتير قاوي قاوي قاوي! ايه؟ ايه؟ ده لبس الشغل الجديد الشغل الجديد؟ وده أتجلك إمتى ده؟ الشغل ده أعجبك قاوي كاملية، قاوي! واضح، ما واضح ان هو شغل مهم، ايه بقى أحكيلي؟ شوف يا ستة، واحد صاحبنا كان بيشتغل برا ورجع عمل فلوس كتير قاوي وقال لي يلا بقى أما شغل أحمد وصحابه معانا لا، انت بتتكلم بجد، طب ده خبر حلو قاوي تعال هنا عايزيك ايه دي كده ما تتعفرطيش ها؟ ايه دي؟ كنت فين انت ويل بيه كده ولبسين على سنجة عشر بقولك ايه؟ ما تسيبك من أحمد انت بقى وتركز معاه شواجه ها؟ انت حبل ولا شكلك كده؟ ليه؟ ده رجل قلبه مولع وملئة وانا واحد قلبي فاضي ينفع نسيب بعض كده؟ مايصحش وما تنساش جيبك ما له جيبه؟ يعني هو جيبه يعني ما شاء الله بيخر فلوس؟ ما يبعليك اللي بتقولي ده هو أعالة فريقان؟ اخلصوا من الآخر، كنت بتعمله اين؟ هقولك كنا بنعمل احنا لمؤخذة كده كنا بنحب في بعض وكنا عاملين كونتاكت، ملمسين يعني ايه رأيك؟ ايه اللغة اللي انت بتتكلم بيها دي؟ بقولك يا فريال، انا هقولك كلمة كده تحطيها حلقة في قلبك اعقالي كده وفكري كويس، عشان الرابل ده مش بتاعك وانا اللي بتاعك وانا اللي بقيلي تمام؟ وبكرة اعرف السلام عليكم لا، بس انا قلت له انا بشغلش عند حد حبيبي اه، ما هو ما يفضلش الشغال هناك بيبعت بس في فلوس وانا هنا اللي طوعان عناية ليه يا احمد تقوله كده؟ ليه حرام عليك دي كت فرصة كويسة؟ لازم اقوله كده، وش رط عليه ان اخش معاه شريك اي نعم، النسبة صغيرة، بس الصغير بكرة اكبر وبعدين عشان عارق كمال مروحش هاضر ولا ايه؟ يا اخيه مش لما يوافق، مش هيوافق وافق، وافق وبصم بالعشرة كمال انتي مستألها بحبيبك ولا بدي؟ الرجل وافق؟ طبعاً انت كان عندك حق لما قلت ان الواحد المفروض يستنى لغاية لما الفرصة الصحة تدينه يا كيمو انا طلع عمري كلامي صح عارفة قوليلي بقى كنت عايزاني في ايه؟ مفيش، حصلت حاجة كده غريبة، ما كنتش عارفة عامل ايه؟ ايه؟ امي ضيقتك ثاني ولا ايه؟ سيدة؟ لا، ما بتضيقنش، ما بزعلش مني هم الفئة يا كيمو، قلقتيني عم جمال عم جمال مين؟ صاحب ابويا مالو، اه جمال، مالو عايز اتجوزني عم جمال عايز اتجوز كنتي والله يا العصر راجل ده جكان لفيدباؤة فيه حاجة اسمها كده، ما يشوف س Hundred لا 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 ما تلايهيش، انا هزبطلك الموضوع ده وهزبطولك على الاخر arising أنا على فكرة لما كلمتك في الموضوع ده علشان انت راجل العيلة والمفروض انك تعرف كل حاجة ولا ايه؟ هгор يلي ولا ايه يا كاميلا فيه ايه؟ طبعاً انا راجل بيت، بعد ان образом الله هرحمه خالي ما توفي طيب تمام، ما تلعيشي أنا هتصرف في المطار مزبوط اسمعي بقى لما أقولك الرجل الدم ما يتخلش البيد هنا تاني فاهمه ولا لأ؟ ولا شفتيه في الشارع تدي له ظهرك تمشي من شارع تاني انا ما عندلاش الكلام ده هنا في العيلة سلام كان لازم تقوليله؟ طبعاً راجل للعيلة ولازم يبقى عرف كل حاجة وبعدين عم جمال كان لازم حد يوقفه عند حد ويقوله عيد وانت بقى قلتيله عشان عايزة يوقف عم جمال عند حده ولا عشان عايزة تعرفي منه حاجة على فكرة انت بتقولي كلام غريب قوي كاميليا خدي بالك أحمد مش زي ما انت فكر وبعدين ايه حكايت ان هو بقى الشيك في شركة دي؟ تخش عليك انت؟ انت لا صغيرة ولا جهلة يا كاميليا طب وايه المشكلة في كده؟ ما تخليش قلبك هو ليحكم على الأمور يا كاميليا قلبي ايه بس يا نجلة انت بقيت تقولي الكلام غريب قوي ماشي رايحة فين؟ عندي مقابلة شغل شغل؟ ما قلت ليش يعني؟ الدكتور ماجد يكلمي ويقالي ان هو اللي قالي الشغل عنده في المستشفى اللي هو بيشتغل فيها في الخدمة الاجتماعية الخدمة الاجتماعية ايه؟ انت مالك انت ومرخيد مجتمعية انت اتجارة طب وفيها ايه يعني؟ وفيه حد يعني بيشتغل بالمؤهل بتاعه يا كاميليا سلام ما تتأخريش بقي طمنيني عليك ماشي ماشي والله البت نجلق دي ولا فهم حاجة ده كان حيتجنن لما سمع اللي انا قلته ويا كاميليا خبريني وانا وانا لا وابني بتاعتي احمد احمد ايزاك يا عيونك يا بابي سكابني عليهم يعني ما جيتش مبرح ولا قلت سلام سلام نبي لا والنبي عايزة ايه ارغي هتلا عندك عايزك قليش مزاج نعم ما سمعتش يا باب تبقولك مليش مزاج عشان تعبان شوية فهامي بقى خد هل عايزة ايه انا عايزة ايه احرياء انا عايزة اتكلم معاي بالليل بالليل وهتبقى فين بقى بالليل ان شاء الله موجود مانش غارب كلمين انت بس وماكيش ضعف ماشي لما نشوفي احمد سلام عايزة ايه تاني متولي كان بيقولي انك هتعمل شغلة على كبير اه وقالك موانكي ادنا بتعليك مفاجر اسمعي خبر حلوة اوه 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 ماشي احمد صدقها يا جمال انا مدق على شنك جدا بس انت حر ايه دا مدق من ان شاء الله شكلك وعمل تصغر في نفسك وعمل تصبغ في شعرك وتلبس الوان مش بتاعتك بنوبنك شكلك بقى مصخرة صدق بقى ان انت راجل عيد عدد ولا خطال اللي بقى جيلك خلاص بها يا عام ما تزعلش انت مش قلت انها عندها استعداد وموافقة على اللي انت طلبت منها ايه خلاص يبقى ربنا اهنيك اوه كده ودها الكلام لان انا بحب اسمعهم عارف اوه ده عبدالله انا اكتشفت ان الحب ده حاجة جاملة جدا يا سلام والحب ده انت اكتشفته فاجأة كده مش هيربي اخي تيالي تيالي كده ان انا كنت بحبها من زبان وانا مش واخد بالي الله يفرح عندك استنى بقى علشان ناكل لقمه مع بعض عندي خير كتير كتير قوي تعرف اسيني بقى الصينية دي تعرف تكتب منين اللي جبه مين جبالات والشاي اللي وراك ده من سيدة جبالات جابة الصنية دي لا قافة وسيدة سيدة الايحة المخيلة جبالك الشاي اوالله غرافك خديبة والله بس اسيبك بقى من الاخلي والشاي والحاجات دي اه قولي انت مبصد في الشغل الجديد بتاعك اه الحمد لله نعمة سلام مفكر اسيب الحكومة يعني بس بصراحة بقى يعني عايزة ابتدي حياة جديدة اعيش بقى اه وكون نفسي وبعدين مش معقول انا وكاميليا يعني انا اعيش بالمرطب العبيد بتاع الحكومة ده كاميليا اه هارف يا عبد الله انا نفسي كاميليا دي بتاعس انها كوسة راجل راجل ملوه دومه صحيح يعرفي ستتها ويهنيها ويوريها العز اللي لم يشافتوش في عياتها طب يلا يا جمال عشان الكهوري على ما بتبرد ما بتتاكلش يلا حبيبي لا لا بعلش قول انت انا عام الرجيم عايزة نزل الكرش ده شوية قولي يا عبد الله ما هتشغلنا حاجة هنسمعها عندك عمر دي يبقى بحماقي اه شوفي شوفي بقولك يا جمال لو انت سبت الشوغل هتشتغل ايه؟ هم؟ يعني صنعة كنت عارفها زمان بتفهم في التجارة لو انت عندك عقد عمل وسفرت بره هتشتغل ايه؟ انت مؤهلك يا جمال مؤهلك يا جمال مؤهلك ايه وصنعت ايه؟ حاجات دي ما بتفرقش في الجواز لا تفرق قوي وأنا بنبعك من السلام بتنبهني؟ اه قولي انك غيران مني غيران منك؟ ايوه لو كنت شوفت السطح المهاردة ايش صواني أكل وشاي ما كنت حسن انه المهاردة كريم عبد العزيز اه كريم عبد العزيز بعد مصلع افرح يا انا ويا خلو على الحماماك العسل ويا خراب عليك يو على ادك العسل بطاطس بطاطس يا سكر شكلك مرسوط يا واي اه يا اما والله ما بسوتش اقو بالحمام العروسة يا سيدنا لا ربي يا اما تعالي ولا هل تعالي ايه يا اما في اما انت كنت لسه بتدعي واخد دهك تعالي 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 اللي بينك بقى وبين الودا احمد انا روحت لامه قلت اشامشن كده يمكن اعرف حاجة لقيتها زيه مش عارف اي حاجة انت بتتجسس علي يا اما انت يهمك في ايه الكلام ده يهمين؟ يهمين ده يا واد يهمين ان اتضمن عليك واعرف انك مش هتسافر تاني يا الله دي اهدي مش مسافر واقعد لقدام طبق البطاطس مش مسافر الحمزة تعالي تعالي ايه قول اهو نوي على ايه؟ هقولك بعدين يا اما كل حاجة يا مصريني دلوقتي المحروسة في ريالكت عايزة منك ايه واد يما كده كتير انت عادر تتجسس عليها من ساعة ما انا جيت وده ما ينفعش البيت دي تسيمك منها خالص البيت دي مش مظبوطة لهي ولا امها طب انت عرفت منين يا اما؟ انا يا حبيبة عرفها اكتر منك الاشكال دي انا عرفها اكتر منك وبعدين يا واد انت ناس ان هي حطة عينها على احمد لا استنى بقى فالما جبت سيلة احمد والشغل ده الكلام ده كان زماني يا اما ايام عسكر وحرمية برا في الحارة ايام وقنعيات يا لهوي يا لهوي يا لهوي على واكستي فهمني؟ هو انت واد ممكن تفكر في واحدة حطة عينها على رجل غيرك؟ يا اما ايه المشكلة فالما هي سليمة وده زمن وفات ايه المانع؟ مفاتش مفاتش يا رحمة يا ريسود اما بقولك ايه انا جعان وعايز اكون لهمتين عشان اخش انام وعندي شغل بالليل ماشي؟ سلام بقى اقعد هنا بلا شغل بلا سيف تفهمني شغل ايه؟ شغل ياما شغل وخلاص شغل ايه اللي عندك بالليل؟ مصي مصي خليلي عنكي عنكي دي اللي بتخلينا كر على كل حاجة انت بص اما يا شغلانا كده هتخلينا نطلع فوق شوية هتخلينا نشرب حاجة ساعة ونأكل لب وزداني ونطلع من الدور التحتاني وندلد الرجلينة وهيه بقى هيه هيه يا رب يا اخو يا منبو اكل باب السامة يا رب انا انا عايز اكل حاجة للبطاطس دي عاملة اكل ايه؟ عاملة ملوخي يا لقى اهجم ملوخي يا بيد ايه تخله؟ اه انت عارفة بقى ان الملوخية بتاعتك دي اما مبتتكلش كده بالعيش انت بتتخطف كوباقة كده وتتشرف زي الويسكي اهه يوه كاسر انت يا واد كنت بتشرب منكر وانت بعيد عني؟ يا اما منكر ايه انا بشرب ويسكي 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 بدي مجاعة ايوه يا خيله ايوه يا خيله ايوه يا خيله كاسين ويسكي يا اما وحات النبي ونقض نظروة بس يا ولا اختيش خلاص يا اما بحذر معاك في ايه؟ بقولك يا ميرا لو جاي حبتي تنكدي عني نبروك ايه ده بقى؟ ايه اللي غيارك فجأة كده؟ والله طالما انت مبسوطة خلاص براحتك بس على فكرة بابا لو كان عايش كان هيبقى مبسوط قوي في يوم زينا بابا؟ جايز؟ بقولك يا ميرا انا عايز قالك سؤال فضلي هو انت ازاي عاشتي كله ده مع ولاد سماية؟ اسمهم بنات عبدالعزيز مش بنات سماية ماش يا ستي بنات عبدالعزيز ازاي عاشتي معهم برده؟ انا كنت عايشة مع بابا مش معهم بعدين انا عايز اقولك على حاجة تخسرت كثير او انك مقربتش من بابا الفترة اللي فاتت بكرة هتعرفي كلامي ده كويس اوي ميرا بقولك ايه؟ خلي ماما حيبتي تاخدك وتنزل تشتري لك فستان عيدلي عشان انت اكيد مش هينفع تحضر لي الحفلة بالهبل اللي انت جاي بيه ده انا مش نقصين فضايح لا انا عملت كده ما تيليش نزلت انا ومروان واشتريت فستان هيعجبك قبل انت ومين؟ مروان؟ طب انت كويسة هو ام الكتفين من زمان والله انا عملت كده علشان ما تزعليش وعشان شاكلي برده هو مش مروان ده برده يبقى ابني عمو سمير ولا ايه؟ عمو سمير؟ لا كده الموضوع كبير قوي كده انو لازم افهم انت شكلك مش سهلة خالص يا بابي سهلة وصعبة عني فكرة انا بتكلم بني صافية جدا مفيش فيد ميلي اي حاجة طالما قلت البقين دول يبقى فيه وفي كتير البقين؟ والله عيب عيب لما قيت ان اللي عاشت واست الناس الهاي بعيدة عن الحواري طول البقين والفاظ وحاجات كده عماتة نسيت مبروك عن اذنك اه نسيت اقولك الفستان اللي انا اشتريته هيعجبك قوي انت عارفة ده منين؟ من الشركة ومن المجموعة الجديدة كمان ايمن اكسر تلي لا خالص على فكرة انا مدسوطة اقول انا هشتغل خدي بالك طبع شان دي تحت الاختبار اكيد ان شاء الله هتورقك ان شاء الله يعني انا بجد ومشاكرة قوي علي وانممكن اعرف وانت لي عملت كده عايز تعرفي الحية ياريت سعيبت علي ايه زعلتي ولا ايه ام لا ايوة تزعلي بقى من الحية بعد كده وعلى فكرة انت ما صعيبتيش علي علشان المرض بيكون كده انت صعيبت علي عشان كنت قادة في البيت المستسلمة والاستسلم دي حاجة واشاوي تحكي بقى جبتي ورايك طب يالله بنا عنا مكتب طب يالله طب يالله ابني متجوز؟ مطلق انا اسف لا لا ايه انا بيتحس ان نص البلد مطلقين والنص التاني هيشمع بعضه غزبا عنه عشان قاطر الولاد مش للدرجات دي يعني انا بيتحسس كده تلسس علنا مني؟ انا بس ما حبيتش الكلمة الصراحة مش بحب ان انا اصعب على حد ياريت انا اصعب على حد اصعب على حد ولو مرة واحدة بس بيخلينا شوف ابني وانت مش بتشوفه؟ لا مش بشوفه القانون القانون شايف ان ست ملاك وطيبة وما فيه ازايها الراجل بقب ولا على ايه؟ وانت بقى ملاك؟ ملاك والله اشتان ده حتى لو شطان اشتان ده ملوش نفسي يعني ان يشوف ابنه نقلوه نفسي طبعا مش كده تخلينا جلق ابني على بعض شارعين من المنطقة اللي انا سكن فيها ما بشوفوش مع ان انا واغت حكمه بالرؤية لكن ما بشوفوش طلقتي عايزة كده شوفت وقاحة اكتر من كده قادي الورق دكتور مجدي الحقني يا دكتور مالك اما انا فيه ايه؟ خليل ما بيتحركش اه ايوة نهب اقولك ايه؟ عايزة اعرف خليل عليه فلوس لمين؟ كل من اللي مديهم بي انا هصدده خليل بيت انا انا كويس او كويس اكيدا كويس قوي بس انا عايز اقول حاجة لكل الناس اللي بيشتغلوا في المستشفة دي هو مات عشان معوش فلوس بكرا انتم كمان هتموت عشان معوش فلوس واللي حصل ده علمني اني لازم ابقى غنية وغنية قوي كمان عشان ندوس على الناس قبل ما تدوس علي